اختتم غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسبالة باطلارك القدس للاتين زيارة رعوية قام بها إلى كنيسة القديس بولوس الرسول في جبيها استمرت ثلاثة أيام ولدى وصوله إلى الكنيسة كان في استقباله كهن الرعية الأب سامر مدنات ومجلس الرعية وفعلياتها من شبيبة وكشافة والأخوية المريمية للأمهات وخلال الزيارة رأس غبطته عدة قدى ديسة إلهية بحضور جموع من المؤمنين كما قام بعدة زيارات شملت الجامعة الأردنية والتقى بالحكام الإداريين في المنطقة وزار كذلك مدرسة وروضة البطرياركية وتبادل الحديث مع الهيئة التدريسية واستمع إلى مطالبهم والتقى كذلك بأهالي الطلبة وأشابينهم وتفقد التلاميذ في صفوفهم ثم زار عددا من المرضى وذوي الإحتياجات الخاصة وبعض عائلات الرعية في بيوتهم وتضمنت جولة غبطته زيارة ديوان عشيرتي الحجزين والعكشة وذلك في مقر جمعية رواب مؤاب بعمان بحضور عددا من الكهنة والراهبات من العشيرتين وجمع من العائلات واختتمت الزيارة وهي الأولى للكنيسة بعد تنصيبه كاردنالا بلقاء موسع مع فعليات الرعية وتعرف على واقع حياتهم وتبادل معهم جملة من الموضوعات ذات الشأن الكنيسي وأوضاع المسيحيين في المنطقة وأكد الكاردنال باتسبالا دعمه المتواصلة للكنيسة في غزة واطمئنانه الدائمة على الرعاية في ظل الصراع القائم هناك